الشلل السياسي لا غيره هو ما يسود المشهد في العراق منذ انتخابات 2021 البرلمانية وحتى اليوم نحو عام كامل والعملية السياسية تدور في دوامة مفرغة من صراع مستمر طرفاه الرئيسان، إطار الميليشيات التنسيقي والتيار الصدري وبعد أن أسفرت لعبة لي الأذرع بين المتكالبين على السلطة عن لا شيء يتداول في الأوساط السياسية أنباء عن تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لجلسة جديدة للبرلمان هدفها تنصيب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة برئاسة مرشح الإطار محمد الشياع السوداني ائتلاف المالكي وبعد أن بشر أتباعه بشهر حاسم لإنهاء الانسداد السياسي وجه دعوة لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري لاستضافة السوداني بهدف الاستماع إلى منهاجه الوزاري بعد زعم الإطار اتفاق 90% من الكتل السياسية على المضي بتشكيل حكومة جديدة تحت مسمى ائتلاف إدارة الدولة والذي تم من خلاله تنصيب نائب أول لرئيس البرلمان دون أن يخطو خطوات ملموسة في سبيل تشكيل الحكومة في المقابل تؤكد مصادر سياسية أن زعامات داخل الإطار لا تزال تخشى ردود فعل أنصار التيار الصدري ويدعم هذه المخاوف إعلان أنصار التيار عودة التظاهرات في بغداد وتوسيعها في محافظات وسط وجنوبي البلاد في الأيام المقبلة إذا لم تستجب قوى الإطار لقائمة مطالب مسبقة أولها رفض تسمية رئيس وزراء من الإطار وشددت مصادر من داخل التيار على أن التظاهرات ستكون حاسمة هذه المرة تطورات تأتي في ظل ارتباك أمني متكرر من جراء الاحتجاجات المستمرة في بغداد والبصرة وذيقار حيث شهدت الأخيرة مواجهات مع عناصر الأمن تخلى لها إضرام النيران في الشوارع ومباني حكومية أعقبه إعلان حظر للتجول في الناصرية بانتظار ما سوف تشهده قادم الأيام من تطورات على وقع الفشل السياسي وانتشار الفوضى اشتركوا في القناة